أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى هي عندي النهاردة موضوعين مهمين جداً الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم الحقيقة خلال الكام يوم اللي فاتوا أو الأسبوعين اللي فاتوا بالتحديد وجدت أن واحدة من كباتن النادي الأهلي عليها هجوم شديد من جمهور النادي الأهلي وهي نفسها بتهاجم إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وكذا 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 الحقيقة لما تشوف كابتن هناء حمزة وهي كابتن النادي الأهلي للكرة الطائرة بتهاجم إدارة أو مجلس إدارة النادي الأهلي وبتهاجم جمهوري الأهلي أو بتتكلم عن ما يحدث خلال الفترة السابقة فيما يخص بانتهى فالحقيقة في الوقت ده تحديدا أنا دايما بحب أتكلم مع حضراتكم أو لما أطلع أتكلم مع حضراتكم في حاجة أكون بتكلم بالدلائل وبالأرقام وبالمعلومات الصحيحة اللي جاية من داخل النادي الأهلي فالحقيقة لما تشوف حد زي كابتن هناء حمزة قيمة هناء حمزة كبيرة كابتن هناء حمزة طبعا قيمتها كبيرة جدا في الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي هل حد يقدر ينكر كده؟ أبدا ما حدش يقدر ينكر كده فتلاقي إن الموضوع غريب في حاجة غريبة إيه اللي بيحصل؟ فأنا كنت عايز أعرف إيه اللي بيحصل في هذا الأمر توجهت مباشرة إلى إدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي وسألت ما هو أنا في الآخر عايز أعرف الموضوع إيه اللي يخلي كابتن هناء حمزة بتطلع تتكلم بهذا الشكل على سوشال ميديا وحقول لكم ليه؟ وحشرح لحضرتك ترتيب الموضوع من الألف للياء يعني إيه اللي مزع على الكابتن هناء؟ وليه بتعمل كده؟ علشان يحصل كل اللي إحنا شايفينه من نقد لإدارة النادي الأهلي مجلس الإدارة ولبعض من جمهور النادي الأهلي اللي بيخش يدافع عن الإدارة فعندما توجهت عرفت معلومات مهمة جدا توجهت لإدارة النادي الأهلي عرفت معلومات مهمة جدا 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 أولا قبل بس ما أتكلم في أي حاجة لأن أنا نفسي أنا إسلام الشاطر كنت أعرف إيه اللي بيحصل في بعض الانتخابات الخاصة باتحاد كرة القدم الخاصة باتحاد كرة الطائرة الخاصة باتحاد كرة السلة من داخل النادي طبعا عشان الواحد بيقعد في النادي كتير فاللي أنا كنت عارفه وكان على يدي وتليفونات قدام عيني أن الكابتن محمود الخطيب بلاش كابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كانوا أكبر داعم أنا قاعد في وسط مجموعة من الأصدقاء المحترمين الكبار اللي لهم صوت داخل النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي كانوا بيتكلموا على دعم كابتن هناء حمزة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنا ليه بقول كده؟ لأن الموضوع دا بالنسبة لي زي ما قلت لحضرتك كده لما تشوف كابتن هناء طلع على كل يوم اليومين اللي فاتوا دول على السوشال ميديا وهي رمز مصري في الكرة الطائرة وفي النادي الأهلي أكيد في حاجة طيب خلينا روح مع حضرتك للأزمة إيه؟ وتفاصيلها تفاصيل الأزمة بالزبط أبدأ مع حضرتك من الأول مريم مصطفى لعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة هي بنت كابتن هناء حمزة وتلعب في فريق سيدات النادي الأهلي وعقدها خلص خلاص؟ عقدها خلص هي وتلات لعبين كمان أعتقد مريم متولي واسم أو اسمين كمان الحياة مش متذكر للأسماء طبعاً فالأربع أسماء دول كابتن مريم والثلاث أسماء الأخرى كان من الممكن أن يتم التفاوض معهم أو بدأ التفاوض معهم علشان يتم تجديد عقدهم فتلاتة قالوا لا أحنا مش هنجدد وحنروح لنادي آخر اللي هو النادي المنافس لأنه النادي المنافس ادى لهم فلوس أكتر من اللي بياخدوها في النادي الأهلي كتير فالحقيقة جينا على الكابتن مريم واتسألت هتعملي إيه هل عايزة تجديدي مع النادي الأهلي وتقديراً تقديراً لإسم كابتن هناء حمزة وللشغل اللي عملته مريم خلال الفترة السابقة مريم اللي هي كابتن مريم بنت كابتن هناء حمزة خلال الفترة السابقة تم تلبية كل احتياجات كابتن مريم من خلال وجود كابتن هناء حمزة في كل المفاوضات وخلينا أعلن لحضراتكم عن قعدتين ما بين الكابتن هناء حمزة الأولى كانت مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي والثانية كانت مع مين؟ نائب رئيس النادي الأهلي السيد الوزير العمري فاروق خلاص؟ وده تقديراً لكابتن هناء وليس تمييزاً لحد ثانياً الأستاذ خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي يبقى أمين إحنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ بنتكلم عن كابتن خالد العوضي في الأعدة الأولى فالكلام يعني معجبش كابتن هناء ولكن تقديراً لدور كابتن هناء اللي موجود في فترات سابقة ودور بنتها كابتن العمري فاروق زي ما حضرتك شايف أنا جبت لحضرتك الصورة علشان تتفرج معاه والمهندس خالد مرتاجي واتفقاً يعني اتفقوا؟ يعني الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد مرتاجي قعدوا مع كابتن هناء حمزة محدش مسك إديها وضرب الكابتن هناء على إديها أبداً ولكن تقديراً لمجهودها خلال الفترات السابقة داخل النادي الأهلي تم عمل عقد لبنتها مريم وهي تستحقه بالمناسبة أنا ما بقولش حاجة في هذا الأمر وهي تستحقه زيها زي بقية العود فالكابتن هناء زي ما حضرتك شفت بتتحك ومورية الناس العقد وكل حاجة فيش أي مشكلة لغاية دلوقتي طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ كده أنا حكيت لحضرتك الجزء الأول فجأة بعد أسبوعين ثلاثة من هذه الصور وبعد قعدت الكابتن خالد العوضي من قبلها أو الكابتن خالد العوضي الأول وبعد كده قعدت مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ خالد مرتجي أمين السندوق بعد ثلاث أسابيع أربع أسابيع شهر تقريبا جات الكابتن هناء حمزة للكابتن خالد العوضي وقالت له يا كابتن خالد أنا عايزة العقود بتاعت بنتي طب كابتن خالد العوضي لها يا كابتن هناء أنا بشتغل مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي والأربع بنات شوف حضرتك الكلام الاربع بنات اللي كان من المفترض أن يتم تجديد عقودهم تم اتخاذ قرار مجلس إدارة بتجديد للأربع بنات فلانا وفلانا وفلانا وماري مصطفى فعلشان حضرتك أنا أديلك العقود تاني لازم إيه اللي يحصل لازم يكون هناك قرار لمجلس الإدارة بالننا بإلغاء التعاقد مثلا كابتن خالد بكل هدوء لا كابتن هناء بكل بساطة حضرتك لو رجعت لمجلس الإدارة حيقولوا لك هذا الكلام وأكيد حيبلغوني لو فيه كلام مختلف أكيد حيبلغوني احنا مشيين في الموضوع وهو واحدة واحدة الأهلي وقف جنب كابتن هناء في الانتخابات وبعدين جدد لمريم كل حاجة كما تريد كابتن هناء تقديرا وليس تمييزا معلش مهمة جدا جدا هذا الأمر كابتن هناء رحت وبالاتفاق طبعا مع أمين السندوق داخل الاتحاد وخد بال حضرتك الأستاذة أو الكابتن هناء حمزة هي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبعا بالاتفاق مع نائب مع أنا آسف الأمين السندوق طلعت أو طلعت قرار بإلغاء العقود اللي موجودة اللي هي القديمة واعتماد عقود جديدة وبالتالي يجب على مريم اللي هي بنت كابتن هناء حمزة إن هي العقود القديمة دي اللي هي ممضية واللي النادي الأهلي لم يوافق إنه هو يرجحها لكابتن هناء حمزة واللي بنتها علشان خلاص العقد تم وكل حاجة تمت في النور قدام الناس كلها وزي ما حضرتك شفت وبالتالي خلاص الموضوع انتهى فالكابتن هناء عايزة العقود عملت إيه؟ قالت لك إلغاء العقود القديمة وأنهما طلعوا عقود جديدة هي اللي يجب على الجميع إنه هو يستعملها خلال هذه الفترة بالنسبة للكرة الطائرة ده كله عشان إيه؟ عشان خاطر كابتن مريم وعيون كابتن مريم ولكن كل مصالح الأندية ما فيش أي مشكلة كل الأندية ما عندناش أي مشكلة معاهم تضيع عليهم اللعيبة اللي هم مجددين معاهم وكل حاجة ولكن أهم حاجة إن الكابتن مريم عقدها مع النادي الأهلي يتلغي ولكن الأهلي كالعادة مرتب ورقه كويس جدا النادي الأهلي بعت مخاطبة رسمية للاتحاد بتاريخ معين عشان للأربع عقود دول والعقود جت وتم التوقيع وتم تسليم العقود يعني تم التوقيع ما بين النادي وما بين اللاعبات خلاص؟ فالنادي بقى مع العقد دلوقتي فيه نسخة أو نسخ بتروح للاتحاد تخيل حضرتك إيه اللي حصل؟ الاتحاد المصري للكرة طائرة رفض إن هو يستلم العقود وما حدش فاهم ليه يعني النادي الأهلي كل حاجة متلتبع عنده فيه حاجة اسمها صادر ووارد يعني إيه؟ يعني لما بتبعت حاجة للاتحاد أي من كان للاتحاد بيبقى داخل أو صادر من النادي الأهلي ووارد للنادي الأهلي وصادر للاتحاد الكرة الطائرة ووارد من اتحاد الكرة الطائرة الحاجات دي بتبقى بأرقام الأرقام دي موجودة في النادي الأهلي وأرقام رسمية فالنادي الأهلي عنده كل حاجة رسمة فالنادي الأهلي لجأ لإيه؟ لجأ لللجنة الأولمبية المصرية وطبعا لأن اللجنة الأولمبية المصرية ما عندهمش كابتن هناء ما عندهمش حد تاني طلبوا أو طلبت اللجنة الأولمبية طلبت من الاتحاد المصري للكرة الطائرة اعتماد العقود الأديمة ورفض قرار الاتحاد علشان إيه بقى فندم علشان يحصل كده لازم موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأيضا يجب أن يكون هناك لوائح أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية وكل ده مش عشان شكوى النادي الأهلي لا لا هي اللجنة الأولمبية لا تنظر إلى شكوى نادي لكن تنظر إلى مصلحة عامة وتنظر للوايح وقوانين فكل ده مش عشان شكوى النادي الأهلي ولكن علشان شكوى الأندية المختلفة في هذا الأمر أو عشان مصالح الأندية اللي حتضيع بقرار كابتن هناء وأمين السندوق لمجرد أن احنا عايزين نلغي العقد بتاع الكابتن ماريب مصطفى اللي الكابتن هناء حمزة كانت موجودة وكانت سعيدة جدا ومبسوطة وورت العقد في وجود أستاذ العمري فاروق والأستاذ خالد مرتجي هاتلي الصور تاني معلش بعد إذنك حطلي الصور تاني علشان كل جمهور النادي الأهلي يعرف إيه اللي بيحصل؟ هل حضرتك شايف هنا كابتن هناء وكابتن ماريب مع نائب رئيس النادي الأهلي ومع أمين سندوق النادي الأهلي هل هنا ده شكل فيه حد مجبر مثلا على حاجة أو حاجة من هذا الكلام؟ طلاقا ولكن تقديرا وليس تمييزا لدور الكابتن هناء خلصوا المفاجأة بقى أن كابتن هناء وكابتن ماريب وقعوا على هذه العقود بكامل إرادته وده اللي خلى اللجنة الأولمبية تجبر الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه يعتمد العقود لأنها سليمة وقانونية فالحقيقة لما عرفت الموضوع كده أنا قلت أنا حطلع أقول هذا الموضوع لكل جمهور النادي الأهلي علشان جمهور النادي الأهلي له مطلق الحرية فيما يراه مناسبا لأن كابتن هناء الحقيقة لما زي ما قلت في بداية كلامي لما تسمع كده هناء حمزة كابتن هناء حمزة كابتن النادي الأهلي بتهاجم إدارة النادي الأهلي بشكل لا يليق وما ينفعش كابتن هناء حمزة أحد أهم أبناء النادي الأهلي في الكرة الطائرة تعمل كده هو حضرتك عضو مجلس إدارة لعبة الكرة الطائرة ازاي ازاي حضرتك عضو مجلس او عضو مجلس إدارة او نائب رئيس نادي او نائب رئيس الاتحاد وتهجمي النادي بهذه الطريقة ده نادي سين يعني مش تلازم النادي الاهلي ولكن كابتن هناء تفعل ما تشاء في الكرة الطائرة لمصلحة حاجة واحدة فقط لمصلحة واحدة فقط وهي وبمساعدة طبعا امين الصندوق اللي معروف اللي انا مش هتكلم عنه دلوقتي لان الحلقة النهاردة فيها كلام او فيها حاجات مهمة اكتر يعني لكن هسيبه لوقت تاني او لموضوع تاني اتكلم فيه مع عضراتكم فيما يخص الاساس عمر مخلوف لانه دوري الموسم الماضي ده فيه حاجات كتيرة جدا ولكن كله في وقته فكابتن هناء اللي هي موجودة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة عملت كده طيب تخيل حضرتك كابتن هناء بتعمل يه دلوقتي بقى كابتن هناء حمزة بتدعوه لجمعية عمومية علشان تلغي العقود اللي اتمضت علشان خاطر كابتن مريم اللي هي بنتها وبمساعدة امين السندوق علشان تروح للنادي اللي هي عايزة تروح طيب هل هناك رئيس للاتحاد المصري للكرة الطائرة نعم هناك رئيس للاتحاد المصري للكرة الطائرة اسمه الاستاذ ياسر امر هو حضرتك فين يا استاذ ياسر هو حضرتك فين يا ياسر بيه يا فندم حضرتك رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة يجب ان تحافظ على كل اعضاء جمعيتك العمومية مش لمجرد ان حد عندك في الاتحاد مهما كان منصبه نائب ولا عضو ولا امين سندوق ولا كذا بنته عايزة تمشي من النادي ده تروح للنادي ده فانا اقلب الدنيا ويا فندم لو سمحت الاستاذ ياسر امر له حق الرد في كل اللي انا بتكلم فيه ولو ينفع نكلمه دلوقتي بلاش نكلمه علشان ما يبقاش لو ينفع يجي بكرة على الهواء مباشرة مع جمهور النادي الاهلي اللي بالملايين يكون انا بدعو الاستاذ ياسر امر للتواجد على الهواء мباشرة امام ملايين من جمهور النادي الاهلي لشرح هذه الامور لان انا بتكلم من وجهة النظر اللي انا شفتها بالورق الرسمي بالورق الرسمي من داخل النادي الأهل طيب خليني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا تانيا إذن أنا بعد الكلام ده كله بدعوه الأستاذ عفوا الأستاذ ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الهواء مباشرة لو عايز ياخد الحلقة كلها ما عنديش مشكلة ولكن عشان كل جمهوري النادي الأهل يعرف فيه إيه بيحصل في الاتحاد المصري للكرة الطائرة محتاجين نعرف طيب بعد كل اللي أنا بقول لحضراتكم ده هي مريم فين مريم مصطفى لعبة النادي الأهلي منقطعة عن التدريبات وأرسل النادي الأهلي تلت إنذارات لمريم علشان تكون وطبعا حولها للتحقيق ده طبيعي على فكرة أي حد ما بيجيش النادي وبينقطع بنبعط له إنذار أول وإنذار تاني وإنذار تالت وفي التليفونات طبعا ما بتردش ولا أي حاجة علشان التمرين بدأ يا كابتا فضلي طبعا الموسم هيبدأ محدش بيرد ولا حد بيعمل أي حاجة وبالتالي تم تحولها للتحقيق وبيقال هو مش بيقال هو بيتقال إن هي مضت لنادي تاني طب تخيل حضرتك يا كابتا مريم فين بتتدرب فين في النادي المنافس للنادي الأهلي تخيل ودي رسالة لكل جمهور النادي الأهلي ولكل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي تخيل حضرتك أن هناك لاعبة داخل النادي الأهلي بنت واحدة من رموز النادي الأهلي في الكرة الطائرة وليها دور كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي في الفوز ببطولات عديدة مش موجودة جوه النادي الأهلي على الرغم من نهية عندها عقد صحيح مية في المية مع النادي الأهلي باعتراف اللجنة الأولمبية المصرية ومع ذلك هي رايحة تتضرب في نادي آخر أو النادي المنافس للنادي الأهلي ولكن يولع لتولع الكرة الطائرة كلها ده مش كلامي مش كلامي بالمناسبة ولكن ده اللي ممكن أكون ناس كتيرة أو كابتن هنق بتفكر فيه اللي يحصل يحصل المهم بنتي طبعا المهم البنت ولكن كل ما تريده كابتن مريم مصطفى تقديرا وليس تمييزا اتعمل علشان خاطر كابتن هنق وعلشان خاطر اللي عملته كابتن هنق في النادي الأهلي أو المجهود اللي بزلته في النادي الأهلي والمجهود اللي بزلته مريم وهي تستحق العقد اللي وغداه من النادي الأهلي بالمناسبة يعني فهي رسالة لكل جمهوري النادي الأهلي عشان كده كابتن هنق الحقيقة أنا بقالي أسبوع بشوف كابتن هنق كل يوم بتكتب بتقطع أو بتنتقد إدارة النادي الأهلي من بقالها أسبوع أو عشر تيام في كل شيء كل حاجة مرة تقول كذا وكذا 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 وكابتن هنق أنا شخصيا مش متعود أن ده يحصل داخل النادي الأهلي بالمناسبة مش متعود أن أنا أتكلم بهذا الشكل مش متعود أن أنا أشوف أن كابتن هنق حمزة كابتن هنق حمزة بتتكلم عن النادي الأهلي كده حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر على الرغم من أقسم بالله أنه لا يوجد أي اختلاف في وجهات النظر وأن العقد اللي مضيته الكلام ده معلومات أنا مش هقدر أقولي إزاي جبتها لكن أنا قلت لحضرتك اهو أنا المعلومات دي أو إن أنا لما شفت الموضوع كده رحت لإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي وسألتهم وروحت لإدارة النادي الأهلي وسألتها إيه اللي حصل في هذا الأمر لقيت الكلام هو هو متطابق النادي الأهلي ما بيعملش حاجة معحد النادي الأهلي عايز يحافظ على حقوقه طيب هل النادي الأهلي ممكن يوصل لأعلى من اللجنة الأولمبية النادي الأهلي حيجري وراء حقوقه وحقوق جمعيته العمومية وحقوق النشاط الرياضي في النادي الأهلي حتى لو وصل الحال لللجنة الأولمبية الدولية هل ده ممكن؟ ده ممكن كل شيء تحت الدراسة كل شيء تحت الدراسة ولكن اللي بيحصل في اتحاد الطائرة ده وعشان ما حدش يقول لي ان انت بتقول كلام غير لا على رغم من ان انا متأكد مليون في المئة من الكلام اللي انا بقوله اتمنى من الاستاذ ياسر امر وله كل الحرية في اختيار الوقت انا بقوله بكرة يكون موجود معايا على الهواء مباشرة له كل الحرية في اختيار الوقت واختيار المعاد اللي يطلع يتكلم فيه زي ما هو عايز قال لك كده يعني حلو جدا هو بيقول الاستاذ ياسر امر كلم زميلنا في الاعداد وقال لهم الاستاذ حاتم الشربيني وقال له ان هو هياخد بكرة حقنا في انزلاق غدروفي او حية كده وحيكون معانا الاسبوع القادم على الهواء مباشرة وهو مستعد لأي استفسار طبعا منتخب الشباب النهاردة في الكرة الطايرة فاز بهذه البطولة فبنبريك له طبعا وبالتالي كده يبقى حننتظر ولكن انا حبيت بس اشرح لحضرتك لكل جمهور النادي الاهلي وليه كابتن هناء حمزة كانت بتتكلم بقالها اسبوع او عشر ايام بهذا الشكل اللي انا الحقيقة ما كنتش متوقع ان انا شوفه من نجمة كبيرة لها تاريخها داخل مصر وداخل النادي الاهلي في الكرة الطائرة ان تقول هذا او تتكلم بهذا الشكل ولكن طبعا هي لها مطلق الحرية عشان كده سيد ياسر امر حيكون معانا الاسبوع القادم على الهواء مباشرة علشان يرد على كل استفسارات النادي الاهلي وطبعا ساعتها حدخل كل من له صلة بهذا الموضوع كابتن طبعا اشوف النشاط الرياضي في النادي الاهلي ولهم الحق تماما في كل شيء كده ان شاء الله ان شاء الله تكون الامور واضحة لكل جمهور النادي الاهلي من خلال قناتكم قناة النادي الاهلي علشان نعرف ايه اللي بيحصل انا بس حبيت كده ببريف سريع اوري لحضرتك ايه اللي حصل خلال الكامي يوم اللي فاته وليه كابتن هناء حمزة بتعمل كده اشتركوا في القناة